The Pale Blue Eye القصة هتشدك خصوصا ان الفيلم بطولة كريستين بيل ويخراجه كتابة سكوت كوبر السيناريو هو الحوار بداية وسط ونهاية كلاسيكية للنوع ده من الافلام بداية الفيلم هتشدك بدأ بشكل قويس ومحمس ومليء بالغمود والسوداوية وصرعا ما ندخل في وسط الفيلم للرتم هادئ جدا ومط وتطويل يوصل للملل ومشاهد كثيرة ملهاش لازمة ونهاية صادمة ومش متوقعة للفيلم الاخراج والتصوير الفيلم ذو جودة عالية جدا على مستوى الاخراج والتصوير لوح فنية كتيرة اضاءة متميزة ومشاهد الليل اضاءاتها متميزة على اضواء الشموع تكوينات متميزة الوان خدمت الفيلم جدا كل لقطة مميزة فعلا وده عمل مشكلة في قاع الفيلم وحقول ليه لما اجتكلم عن المونتاج الدكورات رائعة لابعد الحدود متميزة وملئة بالتفاصيل اللي هتشد عينيه وايضا ملابس الاكسسورات المناسبة تماما للزمن الذي يدور فيه الفيلم المونتاج منتاج سلس بدون مشاكل وكلاسيكي جدا ولكن اثرها في رتم الفيلم جدا مشاهد كتيرة جدا منهاش لازمة وده في الغالة بسبب المخرج اللي من الواضح انه ما كانش عاوز اي مشهد او لقطة تتشال من الفيلم وحقيقة كل الوقتات لوح فنية بس مش لدرجة انها تصر على مستوى الفيلم وخصوصا الافلام اللي من نفس النوع ده كتيرة جدا كان من ممكن ان يتشال مصد ساعة من الفيلم وحيكون تقييم ومستوى الفيلم احسن من كده الموسيقى متميزة بس مش جديدة سمعناها قبل كده كتير الموسيقى جميعا قدوا لعليهم بالشكل المطلوب ووضح جدا توجيه المخرج والسيناريو ليهم جميعا بحرفية تامة الفيلم جيد للمشاهدة وتقييم الفيلم هو 6 من 10 اشتركوا في القناة